أصيص أمل يلوح في الأفوق لإنهاء الأزمة السياسية الأوكرانية بعد المفاوضات الماراتونية بين زعماء أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في عاصمة روسيا البيضاء مينسك مفاوضة في قمة وصفت بلقاء الفرصة الأخيرة أثمرت عن اتفاق ينهي القتال في شرق أوكرانيا ووقف إطلاق النار ابتداء من منتصف الشهر الجاري يتبعه سحب الأسلحة الثقيلة من منطقة النزاع وإصلاح دستوري يمنح شرق أوكرانيا المزيد من الحكم الذاتي الانفصاليون في شرق أوكرانيا حسب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وافقوا على وقف إطلاق النار في الوقت المحدد بعد ضغط من الرئيس الروسي وجهود باقي أطراف الحوار على مدى 16 ساعة من المحادثات بدل الرئيس الأوكراني قصار جهده للتوصل إلى نهاية محتملة لوقف نزيف الدم عموما بوسع أن أقول إنما أنجزناه أعطانا مزيدا من الأمل بدلا من تحقيق لشيء سكان العاصمة الأوكرانية كييف وسكان مدينة دونتسك معقل الانفصاليين تلقوا الخبر بارتياح بعد أن ضاقوا ذرعا من الأزمة السياسية في بلادهم والتي أنهت حيات ما لا يقل عن 5300 شخص إذا كانت هذه الاتفاقية حقيقية وهناك فعلا وقف لإطلاق النار فالأمر سيكون جيدا من يحتاج الحرب لا أحد الناس يريدون السلام الحرب في القرن الواحد والعشرين أمر غبي أعتقد بأنه من الضروري أن تستمر تلك المحادثات الشيء الأكثر أهمية هو توقف القصف والتوقف عن قتلنا الاتفاق ليس حلا شاملا لكنه حل الأقل يشكل خطوة إلى الأمام ربما قد تبعد الأطرف المتنازعة القوة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا عن دوامة تصعيد العسكري المنطقة في غينا عنها